هل تكافح من أجل السيطرة على شهوتك التي دمرت حياتك؟ هل دمرت علاقاتك بربك وبأسرتك وبكل من حولك؟ هل وجدت نفسك تتساءل لماذا أفعل هذا الأمر مرات ومرات ولا أستطيع أن أضع نهاية للجحيم الذي أحياه؟ هل دوما تضطر إلى التخفي حتى لا يكتشف أمرك أحد؟ هل تخاف من أن أحدا قد يعلم أسرارك التي تشعر بالعار تجاهها؟ تتساءل هل هناك من طريق لكي أعيش حياتي بطريقة أفضل من تلك التي أحياها؟ كل هذا الألم والشعور بالعار وكل هذه المعاناة بسبب إدمان الإباحية إليك الحل برامج علمية مميزة للتعافي كتب ومقالات مواد صوتية ومرئية مهمة تساعدك على العلاج جلسات علاجية سلوكية عبر سكايب بالإضافة إلى فريق متخصص يقدم لك الدعم والنصيحة ويجيبك عن التساؤلات كل هذا وأكثر نقدمه لكم من خلال موقعنا علاج إدمان الإباحية وصفحاتنا عبر الفيسبوك والتويتر وقناتنا باليوتيوب فرسالتنا هي الدعوة إلى العفة ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة ومساعدة مدمنيها على التعافي من هذا المرض كي نرى مجتمعنا يحيى حياة أسعد وأجمل وأفضل ورؤيتنا أن نجعل هذا الموقع منبرا للمساهمة بشكل جدي وحقيقي في علاج هذا الإدمان وأن تصل فكرته إلى قطاع كبير من الناس وهدفنا هو المساهمة في علاج وتعافي عدد كبير من مدمني الإباحية وذلك بتقديم النصيحة والدعم والمشورة لكل من يعاني من إدمان الإباحية وبكشف زيف الإباحية وخداعها وأسرارها القذرة وتوضيح مخاطرها على الدماغ والأسرة والمجتمع ترجمة نانسي قنقر